السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الثالث الابتدائي طلبوا من عندي المتابعين عدهم امتحان ابناء بالفاعل والمفعول المطلق والمفعول فيه ظرف زمان وظرف مكان قلوا لي ستسوينا مرشحات واني راح احل يعني اشرح يعني شون تجي طريقة السؤال يعني ده اشرح ثلاثة راح اسويهن ثلاث مواضيع فيديو واحد قلت لكم نائب الفاعل صفحة 44 والمفعول المطلق والمفعول فيه اول مرة خلينا نشوف شنو نائب الفاعل نائب الفاعل يعني شنو هو هو اسم مرفوع هو مبني للمجهول شون اعرف نائب فاعل اذا يضم اوله يعني بمن بالفعل الماضي يضم اوله وكسر ما قبل الاخر معيني خلينا نشرحها شون اعرف نائب فاعل نائب فاعل اللي مثلا ضم اوله الفعل اذا ينضم اوله هذا اقول شنوه اقول نائب فاعل شون اعرف نائب فاعل اذا الفعل ينضم اوله يعني مضموم كسره لعبه تضاعف يعني اي شيء اي فعل المهم مضموم كرمه باعوا شوفوه كرمه ها غفره هذا شنوه هذا نائب فاعل عرفته هذا نائب فاعل مبني للمجهول زين اذا يكون بالفعل الماضي يضم اوله وشنوه ويكسر ما قبل الاخر يعني بالفعل الماضي كسره يكسر ما قبل الاخر يضم اوله وكسر ما قبل الاخر هاي بالفعل الماضي بالفعل المضارع مثل تضاعف تضاعفه هذا يضم أوله ويفتح ما قبل الآخر هذا أسمي فعل مبني أسمي نائب الفاعل زين شون تجي طريقة الأسئلة عليه خلينا ناخده من التماري يلا حياتي يلا خلنا ناخد التمرين الأول طبعا هذا التمرين المحدول كلش مهم يقول لك وزع المدير الجوائز على الناجحين اجعل المفعول في كل جملة نائب فاعل وغير ما يرزم تغييره يلا عيني يطيك يقول لك وزع 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 المدير الجوائز على الناجحين زين شين يقول لك هاي شين صيغت السؤال يقول لك اجعل اجعل المفعول اجعل المفعول به نائب فاعل وغير ما يرزم تغييره زين وزع مفعول ماضي المدير فاعل الجوائز مفعول به هو شيريد يريد سوي ليه نائب فاعل انا من عندي نائب فاعل شا حذف احذف الفاعل شخص شا سويها هان القلم الاسود ها عيني شي صارت صارت وزعت وزعت ها عيني وزعت الجوائز الجوائز على الناجحين انا هنا سويت الجوائز ومو كان مفعول به منصوب بالفتحة رجعت نائب فاعل صار مرفوع وعلامة رفعه الضمة حيصير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة هسا شنو صيغة السؤال شي يقول لك يقول لك اجعل المفعول به نائب فاعل تطيك جملة بيها فعل وفاعل ومفعول به يريد نائب فاعل رأسا نحذف الفاعل ثاني كلمة الفاعل شي صير وزعت الجوائز زيان الجوائز مفعول به منصوب بالفتحة لما اريد ارجحها اقول ضمة يصير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة هاي طريقة السؤال يقول لك مثلا هذا ابن ابن الفعل للمجهول في الجمل الآتية واضبط الفاعل خاف يجيك يصيغ السؤال الثاني يقول لك ابن الفعل ابن الفعل للمجهول في الجمل التالية يعني يقول يحفظ الشرطي والأمن شي صير يحفظ نحذف الشرطي شي صير يحفظ الأمن شي صير يحفظ خلنا اخذ بعد مثال واحد يحفظ الشرطي الأمن لما أنا أريد أحذف الشرطي شو نقول يحفظ يحفظ الشنو الأمن يحفظ الأمن حذفت النائب الفاعل مفعول به خليت نائب فاعل مرفوع حذفت الفاعل ومفعول به خليت نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره هذا نائب الفاعل هنا خافي تجيك سؤال يقول لك سؤال يجعل الأفعال المبنية للمجهول مبنية للمعلوم يعني أولا تخسل الأسنان وبعد تناول الطعام من هي تخسل الأسنان غير الفتاة أقول تخسل الفتاة الأسنانة يصير أسنانة أكرم الضيف من الأكرم الضيف يعني إيه جمع البرتقال من الجمع البرتقال سووه فاعل تحجب الشمس من التحجب الشمس زي لما طريقة الإعراب فرشته القاعة بالسجاد فرشة فعل ماضي مبني على الفتح والتاء التانيث الساكنة لا محل لها من الإعراب القاعة من اسمه فرشة القاعة نائب فاعل مترع تعربون فاعل خطأ نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره والباق حرف جر والسجاد اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره هسه رح ناخذ المفعول المطلق يلا هذا خلص شنو خلص النائب الفاعل إن شاء الله افتهمته خلينا ناخذ المفعول المطلق يلا حياتي المفعول المفعول المطلق المفعول المطلق شنو هي عندنا أنواعه الثلاثة هو اسم منصور طبعا مفعول المطلق أدي توكيد الفعل توكيد الفعل أولا اثنين بيان نوعة بيان نوعه الثلاثة بيان عدده زي خلينا ناخذ واحد واحد هسه توكيد الفعل مثل يش فهمت الدرسة فهمت الدرسة فهما زي يعني ده أقول لك فهمت ضعوا نفس هذه الكلمة فهمت الدرسة فهما هسه يقول لك استخرج المفعول المطلق أقول له فهما علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره زي شون عرفه توكيد الفعل لأنني أكدت فهم الدرس فهما بيان نوعة كان غير القلم بيان نوعة مثل عندي صبرت صبرت صبرا جميلا زي صبرت صبرا جميلا صبرت صبرا هذا شنوه نوعة بيان نوعة أنا صبرت يعني نوع من الصبر بيان عدده يعني أشي أقول لك مثل دقة الساعة دقتين دقة الساعة دقتين زي هذه دقة دقتين دقتين يعني كم مرة تساعدك تين فبيان عدده هذا المفعول المطلق خافي يقول استخرج هذا تبريني الأول استخرج مما ي للمفعول المطلق وبين نوعة مثل عندي إذا رجت الأرض رجى باع رجت رجى رجى شقول علي هذا مفعول المطلق توكيد الفعل سجدتو لله سجدتين سجدتين بيان يعني كم مرة سجدت لله سجدتين مرتين وهكذا هذا المفعول المطلق مثلا شوفوا هذا يقول لك استخرج من النص عندنا نص استخرج من النص المفعول المطلق وبين نوعا نعم اشتهر العراقيون اشتهارا اشتهارا هذا شنوه اشتهار اشتهارا اشتهارا شنوه نوعه استخرجت اشتهارا شنوه نوعه توكيد الفعل زي بعد عدي فهم يبذلون المال بذلا يبذلون بذلا هذا شنوه بذلا مفعول مطلق شنوه توكيد الفعل يضحونه بالأرواح تضحية هذي تضحية شنوه هذا هاي نوع الفعل يقول لك هنا ضعخ خط تحت الفعل يسير و Lionhoek خطين تحت المفعول مطلق سيرا أعرابة مثلا عندي هنا آمنة مثلا عندي هاية تقدم العراقي إلى الأمان تقدما فعل مضارع مرفوع بالضمة فعل مرفوع علامة رفعه إلى حرب جر لأمان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاء اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وتقدما نسميها مفعول مطلق إيمانا مفعول مطلق قراءتين مفعول مطلق يعني فتقدما مفعول مطلق هنا منصوب بالفتحة هنا أعدي إيمانا شلون أعرابها إيمانا أقول مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة على آخر طبعا آمنة فعل ماضي مبني على الفتح العراقي ونفع المرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم البق حرب جر والوحدة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة إذن إيمانا شنعرابها أقول إيمانا مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبي الفتحة الظاهرة، على آخره قراءة فع الماضي مبني على الفتح محمد فعل مرفوع علامة رفعه الضم الدرسة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة قراءتين مفعول مطلق منصوب علامة نصبه لي لأنه مثنى بقالي آخر الموضوع اللي هي المفعول فيه ظروف زمان وظروف مكان شوفوا شون حلوة الظروف زمان وظروف مكان الظرف والزمان شوفوا حبي المفعول فيه تقسم إلى ظرف زمان وظرف مكان ظرف زمان وظرف مكان الظرف الزمان مثل يش يعني شنو الظرف الزمان شنو الظرف الزمان شنية مثلا عندي صباحا مساء قد غير القلم صباحا مساء ظهرا عصرا بعد الظرف المكان مثل يش الظرف مكان الظرف المكان مثل عندي تحت وسط أمام بين بعد شنو حسنو ظرف الزمان وظرف المكان ها يعني مثل بعد ش عندي ناحية فوق قلتها فوق تحت زين هذي صباحا مساءا ظهرا ضهرا عصرا شنو بعد ها هي زين هذي ضرف الزمان وظرف المكان شنو اعراب ضرف الزمان شنو بعد مثلا مثلا عندي شفوا حطة جملة حطة العصفور خلنا أخذ جملة من الكتاب حطة العصفور فوق الشجرة فوق الشجرة سيقول لك استخرج المفعول فيه شنو حطة العصفور فوق هذا شنو فوقه هذا ضرف مكان ضرف مكان خلنا أخذ بعض مثال زرت زرت بيت عمي زرت بيت عمي مساء زين هذا وين المفعول فيه المفعول فيه مساء ضرف زمان لو مكان ضرف زمان ضرف زمان زين هسا عرفت الظرف الزمان والظرف المكان زين خلينا نأخذ الاعراب مثلا عندي هذه العراب عاد الفلاح إلى البيت مساء عاد فعل ماضي مبني عن الفتح الفلاح فاعل مرفوع علامة رفعه الضم إلى حرف جر والبيت اسم مجرور علامة جر الكسرة مساء الشون عرب مثل ذاك مفعول مطلق أقول مفعول فيه ظرف زمان منصوب علامة نصبي الفتح الظاهرة على آخر غرد فعل فعل ماضي مبني على الفتح البلبل فعل مرفوع علامة رفعه الضم فوقه ظرف مكان منصوب علامة نصبي الفتح الظاهرة على آخر وهو مضاف والغصني مضاف إليه هاي عيني إن شاء الله استفاديته من هذا الفيديو اللي شرح مفعول المطلق والمفعول فيه ظرف زمان ونائب الفاعل وطريقة الأسئلة وخاف يعني طريقتي بصورة سريعة لأن أنا شارحتين فعل مودي الفيديو لا يصير طويل وبالتوفيق يا ربي